يا أهلا بحضراتكم حالقة جديدة من رقم 10 نهاردة منتخبنا الوطني فاز على جنوب السودان بسلسية نظيفة في مباراة والدية سجل فيها مستوى فتحي الهدف الأول في الدقيقة 19 هدفه الدولي الأول وسجل كهرباء الهدف الثاني في الدقيقة 45 بعد غياب عن المشاركة السامة مع منتخب مصر تزيد عن ثلاثة أعوام لهدفها محاراتكم مستوى فتحي الهدف تابعه حلوه أوي 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 يعني حريف أوي مستوى فتح يا جماعة حريف جدا يعني طبعا غياب عن المباراة محمد صلاح عبرز الغائبين يعني ومحمد الشناوي طبعا محمد فتحي ده الهدف هو هدف مستوى فتحي مهارة كبيرة جدا وعاكي الهدف الثاني سجله كهرباء بخطأ دفاع كبير من منتخب جنوب السودان هدف برضو من أهداف الحلوة جدا كهرباء فايق كهرباء رايق كهرباء بيسجل مع الأهلي وبيسجل مع منتخب مصر أسست رائع جدا من تريس جي الأسست الثاني على التوالي لتريس جي مع منتخب مصر بعد مباراة غيني عمل أسست برضو بعد كده الهدف الثالث الهدف الثاني على التوالي لمحمد تريس جي مع منتخب مصر بعد الهدف برضو اللي سجله فيه على المنتخب الغيني هدف أوق دي محمد تريس جي بمتابعة رائعة جدا ومتابعة ممتازة جدا من محمود تلسجيل واحد من أفضل لعيب المنتخب وكان شي جايد جدا النهاردة يرتدي إشارة قيادة منتخب مصر ووي فيتوريا مبالح على أن إشارة القيادة هتبقى باختيار الجهاز الفني أو باختيار المدير الفني في نقطة مهمة جدا نهاردة المباراة سهلة آه أكيد سهلة منتخب مش كبير منتخب جنوب السودان على مستوى التاريخ يعني مش كبير أكيد منتخب مصر أفضل على مستوى العناصر والخبرات وكل شي يعني كل شيء منتخب مصر أفضل بعض الناس أو كثير من الناس انتقدوا فكرة أنه المنتخب يلعب مع منتخب مش كبير مش منتخبات الصف الأول يعني والراجل روي فيتوريا تلات مرات في تلات مؤتمرات صحفية كان بيوضح هذا الأمر أنه المباراة غينيا يتحدد معادها متأخر جدا يتحدد معادها تحديدا في أو قبل نهاية شهر مايو فالموضوع كان صعب جدا منتخب مصر يعمل ارتباط مع منتخب كبير أو منتخب صف أول وبالتالي المنتخب شاف أن منتخب جنوب السودان كان معسكر هنا في مصر فنلاعب منتخب جنوب السودان طيب هل احنا طلعنا المكاسب من المباراة دي؟ أه طبعا طلعنا المكاسب هتقول لي إيه هي المكاسب يا عم كريم وإنت بتلعب مع جنوب السودان أنك سبت يعني لا فيه مكاسب مشاركات دولية أولى زي الشام صلاح زي بوبو اللي بيجوا على دماغ يعني دي الأسماء اللي شاركت النهاردة لأول مرة بيك هم بيشارك للمباراة تانية على التوالي فانت بتتكلم في بعض اللاعبين أو كثير من اللاعبين شاركوا للمرة الأولى وده شيء أيضا مفيد فكرة أنك توسع القاعدة بتاعة اللاعبين المنضمين لمنتخب مصر ده يفيدك جدا في المستعب الى القريب شايفين تطور عظيم جدا في مستوى محمود حمادة الراجل العنصر الأساسي اللي معروي فيتوريا منذ تواجد فيتوريا على رأس الجهاز الفني لمنتخب مصر الراجل بيحط محمود حمادة في وسط الملعب ويشوف مين اللي هيلعب جنبه مع الأسماء كبيرة جدا وسط ملعب منتخب مصر الآن أصبح مليء باللعبين المميزين انت عندك محمود حمادة عندك حمدي فتحي عندك مرانة عطية عندك النيني لما يرجع عندك طريق حامد لما يرجع أنا بس الأسماء اللي بتيجي برضو على ذاكرتي بس انت عندك أسماء عدة في وسط ملعب منتخب مصر ومهند لشين كمان شارك النهاردة فانت أسماء كتيرة في منتخب مصر الباك اليمين بقى فيه أسماء بقى عندك محمد هاني بقى عندك أحمد رمضان بيكهم وعندك ناحية الشمال فيه فتح بيرجعه بعد ما كان محمد حمدي هو الأساسي اللي هجوم طبعا أسماء كبيرة وعظيمة سواء على الشمال تريزيجي وعمر مرموش وأحيانا حسين الشاحات لو لقى على الشمال وناحية اليمين فيه مصطفى فتحي وفيزيزو وبالتأكيد محمد صلاح والهجوم بقى فيه مصطفى محمد وهو بيخش أحمد ياسر ريان وقابليه كوكا ومعاهم كهربا فانت بتتكلم فعمك أصبح فيه تشكيلة وقوام منتخب مصر حاجة الوحيدة اللي واقف عندها واعتقد هيبحث كثيرا روي فيتوريا للفترة اللي جاية هي فكرة السنتر باكس أو الاتنين مدفعين محمد عبد المنام خلاص أساسي حيازي والوينش وعد نمم يلعبوش معنا مباراة تصفات كاس العالم في نهاية العام وعدت واتنين أنصرين مهمين جدا وبالتالي انت عند محمد عبد المنام أساسي ده خلاص مية في المية مين بقى اللي هيبقى جانبه هيبقى جانبه عالي جبر هيبقى جانبه ياسر إبراهيم هيبقى جانبه أسامة جلال لما شد حيله هيبقى جانبه محمود مريع اللي شارك النهار ده برضو الأول مرة هيبقى جانبه مين ده بس اللي محتاج فيها شغل كتير روي فيتوريا أو بحث كثيرا وتقلق أو إبداع من اللاعبين المدفعين غير كده السبح النهار ده شارك مكان محمد الشيناوي عمل مباراة يده في الهجمات الأولى جدا لمنتخب جنوب السودان وهو حارس واحد جدا ورائع جدا عندك محمد أبو جبل عندك أحمد الشيناوي فخلاص في قوام محترم جدا لمنتخب